تمكن أبطال الجيش الوطني في جبهة صرواح غرب محافظة مأرب من اغتنام عدد من الأسلحة والذخائر المتنوعة والمعدات العسكرية إثر هجوم نوعي محكم على عدد من المواقع التي تسيطر عليها الميليشيات الحوثية الإنقلابية في جبهة صرواح بمأرب مزيدا من التفاصيل في سياق التقرير الذي أعده الزميل رفيق السامعي في عملية نوعية ناجحة تدل على مدى الحس الأمن والعسكري العال الذي يتمتع به أبطال الجيش الوطني في جبهة هيلان والمجح غرب محافظة مأرب نفذ أبطال الجيش الوطني من منتسب اللواء الثالث عشر عملية استباقية محكمة للميليشيا الإنقلابية تمكن من خلالها الأبطال المياميين من اغتنام عدد من الأسلحة والذخائر والمعدات العسكرية التي كانت تتخذها الميليشيا الكهانوتية في تموين عناصرها الإجرامية وتتموضع من خلالها في جبهات صرواح المختلفة أعيننا على العدو صباح مساء ونحن نرصدهم ومن خلال علمنا بنواياها السيئة يعني أن يشن هاجمات على مواقعنا عملنا يعني هجوم استباقي وبحمد الله أننا توفقنا وسيطرنا على أحد المواقع وقتلنا من فيه وهذه الغنائم شاهدة على ذلك وأبشلنا مخططاتهم الذي كانوا ينمو منها الهجوم والتقدم على مأرب ونقول للحوثين نحن هنا وسناتيه وسنحرر صنعه بإذن الله سبحانه وتعالى مهما طال الزمن ومهما طال التأمر على هذا البلد فالتحرير سيأتي على أيدنا وعلى أيد الأبطال من أبناء هذا الوطن خططنا لعملية القارة كمنا بها إلى مواقع العدو والحمد لله كانت العملية ناجحة كانت بقهادة الآخر ثانية بما يجد القرن وتم غنيمة هذه الأسلحة وقتل أصحابها في مواقعهم هذه الغنائم التي تم اغتنامها على أيد قوات الجيش الوطني المرابطين في جبهات العزة والكرامة يظهر الوشم والرقم العسكري عليها الذي تتخذه ميليشيا التمرد والانقلاب الإمامية علامة خاصة بها لتدمير الشعب اليمني يقع اليوم صيدا ثمينا وسهلا في يد أبطال الجيش الوطني مشاهدين العزة كما تسمعون وتشاهدون هذه المعنوية العالية التي يتمتع بها أبطال الجيش الوطني وهم يدودون عن حياض الوطن وأمنه واستقراره هنا في ميادين الشرف والبطولة في جبهة المجح في مديرية صرواح غرب محافظة مأرب وكما تشاهدون مشاهدين العزة هذه الغنائم التي تم اغتنامها من المواقع الميليشيا الإنقلابية إثر الهجمة الاستباقية التي قام بها هؤلاء الأبطال الميامين لقناة عدن الفضائية رفيق السامعي من جبهة صرواح غرب محافظة مأرب